موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه للأسماوات ومنها الأرض كما يحب مولانا ويرضى يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك كالذين أقول وخيرا وأزكى وأطيب وأصفى وأنقى وأطهر مما نقول وصل ربنا وسلم وبارك على أكرم رسول سيدنا محمد وعلى آله وأصابه وإخوانه وأحبابه وارضى اللهم عمّا تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنّا معهم آمين إخواننا المشاهدين الكرام أخواتنا المشاهدات الكريمات حياكم الله جميعا السلام عليكم ورحمة الله والبركات وبعد فرحلتنا إن شاء الله تعالى ماضية مع سورة الإسراء وإن شاء الله إنه مثل ما قلنا ونقول اختيار جاء في أوانه وزمانه وإبانه في وقت يعني بالعرب لمطبش بتكلمت السورة عن إفسادتي بني إسرائيل بحقنا لا بمطلق المكان والزمان والشعوب والأمم لا لأن إفسادهم المطلق مطلق ما تعدش لمرتين ولا متين يعني مثل ما قال مولانا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله هم وراء الحروب العالمية الأولى والثانية يسعرونها بمده هذا بمده هذا بخلقوا مشكلة بفاق مؤوضاء حتى دوق حروب ويستفيدون من الحروب يعني الحرب العالمية الأولى بريطانيا محتاجة إلى مادة أقرضوها وأخذوا عد بلفور بيحلبوا النمل ذولا مفسدون في الأرض سبحان من علمنا وأعلمنا وأخبرنا عما سيقع بعد عشرات السنين وقد رأيناه طبعا بعد مئات طبعا وقد رأيناه بس بق نشوف الوعد القادم إن شاء الله تعالي يعني ما مضى مضى رأيناه ثم رددنا لكم الكرة عليهم عليهم نحن بضمير الغائب آآ يا الله نعم نعم الأمة غايبة يا أخي انت شايفين الشعب عاضر ما انت شايفين الأمة غايبة ونايمة مخدرة مصطلة بالأفيون ولا مصطلة بالإعلام الكذاب رددنا لكم المخاطب من السنع والبصر إحنا في غيبوبة إحنا في حالة غياب يا أبويا ثم رددنا لكم شفت إخواني الضمير كم بيأشر على معاني رددنا لكم الكرة عليهم نحن في ضمير الغائب يا الله يا الله وأمددناكم برضو ضمير المخاطب هم بأموال إوعى تفهم أنه القدر منحاز لشر البشر إوعى فهمك أمانة عقلك أمانة معلوماتك وتخزينها أمانة بتكفلتر ما تخدش المعلومات دون فلتر نقي نقي وغرب وفلتر رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال عطاء من الله حبا لا لا هذا كله استدراج يا ريت ربنا يستدرج نقولك لا يا عم الله يهديك ما المال إذا وقع الخسف والغضب والانتقام ما المال يصبح المال وبال وسوء حال وأمددناكم بأموال وبنين وبنين حط خط تحتها يعني وشرحناها إنه عاوزين سن حمل السلاح 16 لأربعين أقلم من كده مش عاوزين بعد كده مش عاوزين بنق نقى ما احتاج لينطبق عليهم كلمة وبنين يعني الرجال في أوج عطائهم 16 للأربعين يا السلام على قرآنكم يا إخوانا بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا حط خط بتشرح والله ما مفهومك لها يا شيخ اسمع بعض المعنى مجل المعنى كله أكثر نفيرا أكثر نفيرا من أكثر نفيرا بالله ماشي يا الله اسمع خلي بارك معايا شوية بس الآن الشعب الإسرائيلي كله أندروبون تحت السلاح يعني المدربون على الأقل خمسة مليون هؤلاء يعبؤون خلال 24 ساعة بيكون ملحق بقاعدته عارف موقعه رشاش وياه وياه ذا خيرت وياه والعرب اللي تنقلهم مرتبة كله مرتب خلال 24 ساعة بيكون ملتحق بوحدته القتالية حليني بقا لما عاوزين نعبي الجيوش الحاجة المسرحين والمشرمحين بدك شهر 24 ساعة بيكون كل فرد في خندقه في موقعه مونيلة نايل عيشتنا اكثر نفيرة نسبة من هم تحت السلاح الى مجموع الشعب بدون مبالغة دي شاولك 90% احنا 5% مثلا شفت اكثر نفيرة اخواني كل كلمة بدأ شراح طب قالينا ختمنا الحمد الله بدنا نفهم يا بويا ان اقرأ سطر وافهم واحسن ما اختم سورة معترام يعني ان نختم جميل ان نفهم اجمل ان نفهم اجمل اكثر نفيرة هذا كله عن التجنيد والعسكرية كله تحت التسليح كله تحت التجهيز 24 ساعة بيكون في الجبهة هل نحن كذلك قطعا لا لا تقول لي اه ناش نخدع انفسنا لا طيب الان في الصوت العالمي من اكثر نفيرة اذا اجتمعنا في الامن المتحدة بطلع مندوبهم هيك بطلع على كل مناديب العرب وانا شايفهم بتكلم كلمة تصفيق كل سطرين تصفيق واحنا بنسمانها بدور وجههم مسمعوني اوش في الامن المتحدة اكثر نفيرة بالسياسة اكثر نفيرة بالاقتصاد اكثر نفيرة بالاعلام اكثر نفيرة اكثر نفيرة يا السلام منوا وراء سد اثيوبيا اسرائيل العرب مولوا بقريشاتهم يا حجي بقريشاتهم عشان يدمروا انفسهم واللي بيحل بالبقر اسرائيل اللي بيمولوا اللي هما يا الله انا امول موت مصر انا قايلها بقاة التدريس من سبعة وثلاثين سنة وشهد الطلاب عندي عرض قال لي اقسم بالله نقول تهذا الكلام من سبعة وثلاثين سنة في محاضرات وانا قلهم ستقيم اثيوبيا طبعا اثيوبيا اللي وراها سد تخنق مصر من سبعة وثلاثين سنة من فضل الله رؤيا بتكون عندك بعد نظر سلامتك خلصني اكثر نفيرة بالدول والسياسة وين احنا وين هما احنا السياسة مليسة مليسة باسمنت بسكري ما فيه يعني جهد سياسي بيستنفروا امريكا وبريطانيا والمانيا وكل العالم معاهم معاهم اخ راح ترامب اجا بايض قلنا بايض يعني ها لعمرك بعض الشر اهون من بعض بايض حافظ كلمتين لاسرائيل حق الدفاعش عن نفسها الدفاع يا شيخ ديفنس المهم حق الدفاع عن نفسها لكن امتين غيرهم لك يا اخي غيرهم غير قميصك غير غير قال لا انا احب السبات على الكلمة اسبت انت من جماعة السبت كلهم من جماعة السبت اكثر نفير اعلاما سياسة اقتصادا عسكرة سلاح الطيران عندهم خلال ثواني بيكون بالسماء احنا ما يصحصح خليها على الخرص ان احسنتم خطاب لبني اسرائيل احسنتم لانفسكم وان هذا تقنين وتقعيد بقطع النظر ايمكن ان يحسنوا لا لا لكن مولانا بقن يضع قوانين عامة كل من احسن احسن لنفسه ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها ليش ما قال فعليها احسنتم لانفسكم اسأتم لانفسكم نسق ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها اي فلانفسكم الاساء ليك انت الاحسان ان احسنت لك انت طبعا هما معاذ الله نقول مجبولين جبلة وفطرة لا لكن منشئين تنشي اجتماعية تثقيف تدريسي بالفساد والمادية والانتهازية واستغلال الشعوب ونهب الثروات وامتصاص خيرات البلاد برمجين برمجة برمجين برمجة يا بويا على ان اني الحين بروكلين نيويورك عش الدبابير ايه لهم ايه لهم تسألش ارقى احياء الشقة بنص مليون وبمليون كلها ملكهم اخ ان احسنتم احسنتم لانفسكم تقعيد عام وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الاخرة اذا تمكننا منهم هنعملهم هريسة له وقلت ما عملوا فينا يا بويا قلت ما عملوا فينا يا بويا احنا مخزنين انا يعني انسى الطفولة انا عشت يعني كيف كيف انسى البرد والجوع والحفا امشي المدرسة حافي ارجع اجزاز ومسمير وحجارة احدى منازل عن يموت اربع اخوة لي بقي من يكلمكم من خمسة انسى هذا انا انسى لما الخيمة اطير من فوق راشي وانا طفل راح الوالد بيشتغل في الكسارات والوالد راح تجيب شوية خطر انا تطبخهم ولا غيره طارت الخيمة بغيبتها وانا طفل اربع خمس سنوات ما بملك غير البكة وقاعد تحت المطر بهدلت اغراضنا غطانا هالزعموت هذا زخية من الهنود والحمر طارت مع الهواء وانا قاعد امنيح ما نزل اموت فوق راسي كان مش منكمش كيف بدي انسى ونص عيلتي ماتت بسن الشباب اخواني ماتوا اطفال لكن باقي العيلة يعني كله بسن الشباب راح من الفقر والمرض والعوز والحاجة ونقص الادوية وحكايتنا حكاية ليه لانه جاء واحد تسلط على موطني بالتآمر مع العرب والتآمر مع الخوة الكبرى وقع المصيبة فوق راسنا وبتعاملوا معنا كالهنود الحمر احنا الهنود السمر احنا الهنود السمر اخ اذا فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم والله لا نخيب بيوتكم ان شاء الله احلموا شيوك احلموا سنقمعكم عن طريق اذرعنا اهلا بيكم باذرعكم فاهمين من فرض الله فاهمين فاهمين احنا اللي دمر سوريا ما هم بأمركم يا بويا واللي دمر رما اه واللي واللي كلها تأتمر بأمركم طبعا لكن عندنا وعد من رب الكون ووعدنا انو حتخش المسجد فاذا جاء وعد الآخرة اللي هي القيامة لا المرة الثانية اه ما هو قبل القيامة بجمعتين اذا قبل القيامة بجمعتين ولا بسنة وسنتين نحر القدس لواش بدنا نحكم الارض الف سنة تم يعني مبصور شيخ اذا رجعنا للقدس بتقوم القيامة يقولوا واش نرجعها اذا اذا رجعناها اليوم بعد بكر القيامة يا فرحتي وشو عملنا يعني خليها معهم لا وحاشة اخوانين كيف بنفهم انا منوش فاهم اعمى وقالوا يا شيخ الاحاديث فهمونا للاحاديث لا تقول لي الاحاديث قول فهمونا للاحاديث انه من علامات الساعة ما شيء النبي محمد من علامات الساعة عليه الصلاة والسلام يبقى كان مفروض تكون قامت من بناءنا هذا الفهم من 1400 سنة مثلا يعني لا اذا ليسوء وجوهكم اولا يذلونكم بالهزيمة والقهر مقابل القهر اللي قهرتون يا سنقهركم ونكشف حقيقتكم للعالم العالم اللي كان مخدوع بكم نبين زيفكم تتعرق قدام الناس ليسوء وجوهكم اذلالا وأسرا وسجنا وهزيمة منكرة وهذا اللي بيقى منكم حي احوالي يدخلوا المسجد يا الله هذا الكلام عمره 1444 سنة مطابق للواقع الان حماء المعركة فين المسجد بتحرشوا في المسجد مودارين انه صاعق التفجير عند المسلمين المسجد الأقصى قد يبدو المسلمين مش متدينين او يبدو مترهلين مترهلين ان ذكر الأقصى تشرئب النفوس والأعناق والأرواح والهمم تستيقظ أمة محمد هذه قد تغلبها الشهوات قد تقهر عن طريق السلطات عن طريق اه قد تضلل عن طريق الإعلام قد تشغل بلقمة العيش والفقر المصطنع والمفتعل من أجل أن تضلل انت تقري وراء الرغيف الرغيف يقري وانت تقري وراء ما تستنى يا ابن الناس أليقر ورايا أنا أخليك عمرك كل وانت تقري ورايا شغلوا المواطن برغيف الخبز مع أنه نصف ثروة الأرض عندنا والمواطن مشغول بكرة حناكو الأولاد ولا مش حناكو ولا ما نعارف أنا ما عارفش مفهوم أنه الرزاق الله لكن خلوا المواطن مضطرب الأعصاب مشغولا يعني مهموما باللقمة يا الله لما يشغل بقضايا الأمة الكبيرة تحليل الأقصى تحليل فلسطين لا خليك مشغول برغيف إلى إيش تقري وراه والرغيف يقري حسبي الله ونعمل الوكيل خليها مسبحة وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة مش حندخل أنا طريقة المطبعين تسمح لي يا خواجه وقال لي إيه نعم نعم مش طبعتوا معنا يلا هتقول لكم خمسة ستة نصورهم بالكاميرات بالتسمين مع بعض فتوا فتوا يلا فتوا فتوا بعد الفتوا فتوا فتوا على أغصى فتوا واخذنا فتوا فتوا يلا جايكم يوم فتوا فتوا فإذا جاء وعد الآخرة المرة الثانية ليس ماها الآخرة لأن قبل القيامة لك لا الآخرة المرة الثانية التي لا قومة لهم بعدها قط مطلقا لن تقوم لهم قائمة محمبيت خضرائهم إن شاء الله إخواني شفتوا التعبئة الإيمانية كم مطلوبة يا ناس شفتوا شفتوا لأبعدوكم من أمه الجن يخرب بيت اللي خلفوهم الصهيوني العالمي الاستعمار الله ما نعرف لما استعمرونا نسونا من نحن وصورنا نفتخر ببريطانيا بريطانيا ماما العزمة بريطانيا طب وانت ما لك انت عزمة ولا 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 جازمة انت داخل كيسك قال ما أنا متحزن ببريطانيا والمتحزن بالقوي قوي يا شيخ طب شو رانك تحزن بالقوي ملك الكون قال هذا دخلنا في عالم الغيب يا شيخ احنا خلينا بعالم الشهادة حلوتك حلوتك هذا اله الكون متصرف في الصغيرة والكبيرة يا فصيح ليسوءوا وجوهكم يذلوها يسودوها وبعد الغطرسة والنفخة هذي حيمشي نتنياهو هيك مذلولا محتقرا بدل الآن ماشي هيك ممشوفش حد قدامه نتنياهو شايف حد قال لا مين شوف مين قلنا له سلامتك سلامتك هيك ماشي وصير حط طاقية اللي قادشين لنا هذي كلهم صير حط طاقية براك رب الاحية شفتك بتمسحوا في الدين وإحنا متبروا من الدين إحنا بنطلع من الدين هم بتمسحوا يعني نعاوز يكون مقبول شعبيا في إسرائيل بعمل دقن مثل براك البس طاقية مثل نتنياهو المقدشين هذي كيف بوقفونا بعرفش والله يعني هو حالق عصفر أو محلوق لو عصفر زي حالاتنا هيك كيف طاقية بتوقف عارفش ثبتوها بغيرة والله ما نعرف لازم حطوه قال هذا قدشين هون يعني نرمز إنه متدين نتنياهو حطا بنت حطا شو بنت هذا نفتالي بنت مش نفتالين يا أخي نفتالي بنت قائد حزب هذا ونتنياهو بخوفهم هذا اليسار حيدمركم مش هيقدروا يوقفوا قدام العرب أنا اللي بذل العرب هذا صاحبهم ها بحبوه بحبهم بحبوه بحبهم سرا وعلانية اللي كان سر صار فوق السطح الآن إحنا مش مستحيين إحنا مع نتنياهو نحبه ونجلط يا شيخ ولا بنجلط وغيره للكون إله يا وين وبكرة بنشوف الدائرة لمن وعلى من الأيام بيننا إحنا ثقتنا بالله ثقتكم بنتنياهو وببايدن وبأمريكا وببريطانيا من قبل حنا ثقتنا بملك الكون ثقتنا باللي وعد ووعده لا يخلف قال لنا حتخش المسجد حنخش المسجد وليدخل المسجد إذا حم المعركة المسجد لاحظ الآن الواقع فاكر لما الشباب باب العمود أذل العدو هذا اللدود فاكر من باب العمود أذل العدو اللدود فاكر لسه من سنهاش قبل كم يوم بس وإن شاء الله في كل موقع يذلونهم يعني آخ كيف ضربوا المذيعل تحت الجزيرة والعالم كله الإعلام محترم لما إسرائيل تغلط مش شايف أنا مش شايف ما نشدنا لكم مئة مرة الله يعني عيونها أميركا وأوروبا يا أوروبا وين حقوق الإنسان وين حقوق الإعلام وينه قال لي إسرائيل لا حق الدفاش أن نفسها شيخ مذيعة يسد معها أطفالها لسه لما طلعوها من السجن حضنت أطفالها مسكينة يا عالم نسيتوا الإنسانية وحقوق الإنسان وحق الإعلام وحق الخبر نقل الخبر كلنا قطوا نسيتوا لما تيجي الأمور عندنا بيرموا المبادئ وكلها وراهم نستاهل أذللنا أنفسنا لهم فامتهنونا واحتقرونا وعظموا عدونا نحن نتملقهم مع عداوتهم لديننا وحضارتنا وأمتنا وقضايانا في كل مجلس بصوتنا إسرائيل وإحنا معاهم إحنا بنحب فرنسا إحنا بنحب بريطانيا إحنا بنحب أوروبا إحنا بنحب أمريكا إحنا بنحب كل أعداء الإسلام وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة تش فاهم إحنا لما طردنا بين النظير دخلنا مسجد لا إذن أول مرة وين الفتح العمري إذن هما بشارتان لما فتحنا بيت المغدس أول مرة ما كانش بنوا إسرائيل هما لمسكين الأقصى والقرآن قال كما دخلوه أول مرة بقطع النظر من المدخول عليه كان صليبيين أو كانوا من بني صهيون بقطع النظر دخلنا أول مرة بالسلاح لا يا شيخ دخلناه صلحا أحسنت كلامك صحيح صلحا لما شافوا قوة السلاح قالوا أمو إحنا وحاصرناهم شافين جنودنا عمر جاي بالمرقعة إيه هيش تخاف فينا لا لا لما رأوا عمر قال هذا عمر آه نعم هذه أخلاق الأنبياء بتعلموا عن تواضع المسيح وبساطة المسيح كان بهذا الشكل المسيح عمر جاي بتواضع الأنبياء يا عالم نو سموكينغ مش جايهم بسموكينغ عمر لا عمر جاي بالمرقعة يفتح القدس إحنا بسموكينغ ضيعنا البلاد والعباد والأوطان بس في لمحة بصر نحن جايين من بعد 1400 كيلو ولا كام ليفتح الفاروق القدس صفرونس قالهم أمو أنا بسلم المدينة لأمير المؤمنين بتاعكم عمر قال على طول بيت المقدس ما سرى محمد مجمع الأنبياء بوابة السماء ما تحرك الفاروق لفتح مكان ولا دولة ولا مدينة ولا حضارة إلا لبيت المقدس إذن كما دخلوه أول مرة تلاميذ محمد صلى الله على محمد جند محمد أمة محمد لخرت المجد فاتحة منتصرة نصرا عسكريا وصلحة يا أخي صلحة نتيجة القوة مو صلحة من حسن أخلاق لو شفونا مهلهلين كان استعصوا علينا ما كنا انتصرنا طبعا صفرونيوس قالهم إذا دخل المسلمون أنشروا بضاعتكم ولتتزين نساؤكم وتلبس آخر ما عندها فاشن أنت فاشن آخر الطرز في اللباس نشوف تتست هؤلاء المسلمين تأكزمن فزينوا نساؤهم ونزلت الشوارع ووضعوا البضائع كلها بالشوارع فما امتدت يد على بضاعة إذو حبت عناب ولا ولم تدت عين إلى امرأة فقال أمه لما سلمناهم القدس كان إجراءا صحيحا هؤلاء لا يهزمون أخلاقهم أخلاق الأنبياء شفت أمة محمد تنتصر بإيش يا أخوانا القدس تسقط بيوم حرام حرام ليه ما ظن القتال بالقدس ست شهر ليش ليش قال يا شيخ الطيران خرب بيت الطيران طيب ليش ما عندنا طيران مكافئ قال يا قروش يا شيخ قروش الفارق الفلوس خلصني خلاص وليتبروا ما علوا تتبيرا عم بابنه بعله عشان يخنقوا الأقصى فالفيو المنظر بتاع الأقصى الآن عم بغطوه كل قمم الجبال استلموها كنا تركين إحنا كنا الجبال تركينها قال يا شيخ كنا تركينها متنفس بالله وتنفسنا يا بوية جوز صهاينة من أول يوم ركب رؤوس الجبال وسيطروا على كل قرانها كل قرانها بالقيعان بالوديان وتركينهم كل الجبال متروكة من عند جبل بغنيا من تماشي شرق وغرب كل الجبال أقول لك استراتيجيتنا ظلط غلط خليها على الله خليها على الله عسى ربكم أن يرحمكم يا الله أعداء الله أعداء رسله أعداء الإنسانية ومولانا بقول عسى أولا الكلام إنا لا الكلام لهم عسى ربكم أن يرحمكم إن حسنتم هذا إله يا بوية سبحانه هذا إله حكم عدل بيضاء قواعد لا يظلم هب أنهم جدلا استقاموا بيرحمهم ما استقاموا العصى بالمرصاد عسى ربكم أن يرحمكم إن استقمتم طبعا وإن عدتم أي إلى الإفساد عدنا لكم بالعقوبة وإن عدتم عدنا عصى الأقدار لكم بالمرصاد عصى الأقدار فوق رأسكم فلنكن نحن عصى الأقدار التي بها يؤدب الإله الجبار هؤلاء الفجار نحن عصى الأقدار نؤدب الفجار عسى ربكم ما يرحمكم إن استحقيته الرحمة لكنهم لن يكونوا في موقف من يستحق الرحمة لأنهم لا يصدقون لا مع الله ولا مع عباد الله وكلما آهدوا عهدا نبذه فريق منهم إذن عند قوله تعالى أسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا لنا مع هذه الآية عود سنعود إلى وإن عدتم عدنا ولكن في حلقة تالية قادمة مقبلة إلى ذلك الوقت إلى كل وقت استودعكم الله حياكم الله زادنا الله وإياكم فهما في الكتاب والتزاما بالكتاب وانطلاقا من الكتاب وتعبئة معنوية بالكتاب يا منزل الكتاب حقق لنا هذا الرجاء يا رب العالمين إخواننا أخواتنا حياكم الله السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة